اشتركوا في القناة وقالوا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تكتقون وقالوا كما كتب على الذين من قبلكم هذا تشبيه لأصل الكتابة بأصل الكتابة لا بأصل الصوم بأصل الصوم يعني أن صيام من قبلنا قد يختلف عن صيامنا في المدة وفيما يمتنع فيه وفيما يجب فيه لكن قولهم كما كتب على الذين من قبلكم هذا تشبيه لأصل الوجوب بأصل الوجوب لا بصفة الصيام بصفة الصيام طيب أيضا من فضائله فضاء الصيام أنه سبب لمغفرة الذنوب سبب لمغفرة الذنوب يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بالله وبفرضية الصوم عليه واحتسابا لأجله وثوابه وهذا يدل على أن هذا الأجر الذي هو المغفرة لا تحصل إلا إذا صامه بقيد الامتثال من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا بأي شيء نقول إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه لم يصوم كارها لهذا واحتسابا لأجل والثواب فعلى هذا من صام لا إيمانا واحتسابا وإنما عادة فلا يحصل له المغفرة لأن من صام شرطية غفر جواب الشرط طيب ومن أيضا فضائل الصوم أن ثوابه وأجره لا يتقيد بعدد معين ولهذا جاء في الحديث القدس أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي إلى